اهلا بكم مشاهدين وجلسة شاي على رواء كيف تحولت تلك النبتة الصينية القديمة إلى أشهر المشروبات الشعبية في أرجاء العالم وسؤالي نبيلة ربما قد لا يشغل بال الكثير من عشاق الشاي الذين يستمتعون بتناوله بطرق تتنوع بتنوع أمزجة الشعوب عن الشاي مشاهدين نتابع أولا حكاية سودانية وتقوص مجلس البرامكة ومن هم يطرع هذا الكلام المنمق من هذا الرجل المؤنق ليس في متح محبوبته وهذا المجلس المحروس بهذا الضابط المدجج للحكماء ليس لمحاكمة مذنب خارج عن عرف المجتمع بل للثناء على مشروب محبب وسمر في حضرة الشاي المقدس يعرف عن غالب أهل السودان ولعهم بتناول الشاي لكن قسما كبيرا من قبائله لا يقفون عند حد الولع بل إنهم يقدسون هذا المشروب وهم يقيمون مجالس لشربه بتقوص فريدة تعرف بمجالس البرامكة البرامكة لفظا ومعنا هم الظرفاء مجموعة البرمكة لا غبيلة لها البرمكة بتحتوي أو بتستلم العضو بتاع المنتسب لها هي البرمكة هي الغبيلة بتاعته وبالتالي بتنادي بوحدة الشعوب بوحدة الشباب ووحدة المجتمع تتسم هذه المجالس بتقاليد وقوانين صارمة القاسم المشترك بينها هو تمجيد الشاي إذا كان أتيحت لنا الفرصة من الدخل في مشاكل غابلية كبيرة وكالمدنة مسموعة وعندنا الشعار الأحمر ده أينما حلة يعني ما عندو عداوة في مجالس البرامكة كهذا المجلس لا تقتصر الوظائف العليا على الرجال فقط فللنساء أيضا وظائف قيادية تبدأ بالشيخة ثم الملكة ثم أعلى سلطة النسوية هي ملكة الملكات والله في جلسة البرامكة بتقوم بالواجبات والحاجة يعني مثلا يكون عندنا مجلس المجلس هي بتقوم بتنادي أخواتها بيعملوا الأكل بيعملوا الشاه وكل الحياة اللي بتعملها هي بذون بدورها فالشاي في حد ذاته يعني حتى نحن عندنا لوزول خلاص دائر بيقى في الأنفاسها الآخرة لو شرب جرعة شاي بصحصحه بيبقى تمام يمنع على عضو مجلس البرامكة من وضع الكوب على الأرض قبل ارتشاف الشاي بالكامل كما أنه يمنع عن ترك ولو قدر يسير منه في الكوب باعتبار ذلك تقليلا من قيمة الشاي تلكبابة ثلاثة أصابع كده كده خنقتها ودي بتنا لا نجامل أحد فيها دي بتنا لا تخنقها ولا تبع سليل من تحت تمسك بالأدب والإحترام وتخدتها كده بالراحة نظيفة يحق لأي شخص الانضمام لمجلس البرامكة رجلا كان أو امرأة صغيرا في السن أو كبيرا فقط عليه الالتزام بقوانين المجلس ومن بينها ارتداء الزي الموحد آخر براريك وبرك وبرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر